الممثلة والتوب موديل ليليا بو يحياوي اللي شدتوها ابدعات في دور حمامة في سيسيلة عشور العشر كانت غلاف مجلة جزائرية وكانت صرحت فيها انه راح تعتزل مجال المانكينة ورح تتفرغ الى التمثيل مئة بالمئة بعد اكيد اللي راح تكون رفقة المغني موك سايب في مساسل الدرامي لشهر رمضان الفضيل كذلك كان خرج عماد بن شني بعد هذا التصريح لحطاته ليليا بو يحياوي تصريح عماد بن شني اكتب فيه هذا العام التلفزيون الجزائري ينتج عملا دراميا حتى الان كل شي عادي لكن الغريب في الامر هو كاستينغ هذا العمل اولا مسؤولة الكاستينغ ليليا بو يحياوي هي اصلا لا علاقة لها مع اختيار الممثلين لانها لا تعرفهم اصلا واحسنوا مثال الاسماء اللي جابتهم كلهم اصدقائها المغني موك سايب والمناجر التاعوا يمثلوا 22 عارضة ازياء مع احترامي لهم ميس كابيلي ميستيندوف ميس عين الفكرون علاش والممثلين وين راهم قتلتوهم كيفاش تنحوا محمد بنغاز يوسف سحيري جمال عون ايمانوال بشير حبشي زكريا بن محمد وإلى آخره باش تديروا موك سايب والمناجر التاعوا انا لست ضد المغنيين لكن بزاف قرعتوها يا رب واش بكم كانت هذه التعليقة اللي حطها عمادة بنشني على صفحته الخاصة نكملوا برك يا سمين مع الاشارة برك انه حط تخيص يعني انه حزين على الواطع وفي المنشور نكملوا احشمو يا رب احشمو احشم ياسي بن موسى كونك عاقل انا نطالب التلفزيون انه يرقب المخرجين رغم انه كلمة مخرج مبالغ فيها لانه اخرج الاخبار وحزة اهاليل وكون جا مخرج ما يخليش طفلة في عمر بنته دير الكاستينج وراني نقول بنته لكي لا ندخل في الخصوصيات وما خفية اعظم مع كلمة يتبع اسفل هذا المنشور الطويل يعني انه لي عماد بنشني لحديثه بقية